إن أول مدرب سعودي كان المصري عبد الرحمن فوزي والذي ولد في عام 1909 في مدينة بورسعيد المصرية وقد شارك مع المنتخب المصري بكأس العالم 1934 وسجل هدفان وكانت أول مشاركة رسمية للمنتخب السعودي في الدورة العربية الثانية التي أقيمت في بيروت في العام 1957 وكانت مشاركة لا بأس بها بالنسبة للمنتخب السعودي اسفاز على سوريا بطل الدورة 3 إلى 1 وتعادل مع المنتخب اللبناني المستضيف بهدف لهدف وخسر مباراة وحيدة أمام الأردون بهدف وحيد ولكن الكارثة حدثت في دورة الألعاب العربية عام 1961 في المغرب اسخسر المنتخب السعودي 3 مباريات بنتائج مخزية هذا المدرب بعد إجراء 6 مباريات مع المنتخب السعودي كانت نتيجتها فوزا واحد وتعادل واحد وأربع خسارات وسجل 6 أهداف وعليه 36 هدف ترجمة نانسي قنقر